تواصل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تحذيراتها من الكارثة الإنسانية التي حلت بأهالي الجانب الأيمن في الموصل الذين يقبعون بين نار داعش والقصف العشوائي المستمر على المدن الذي أوقع شرات الضحايا من المدنيين مع تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل لا يمكن السكوت عليه مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ المدنيين مع استمرار المأساة الإنسانية في الجانب الأيمن في مدينة الموصل وصفت المنظمات الدولية المعركة التي تستهدف السيطرة على الجانب الغربي من الموصل بأنها أقصى وأشد فتكا بالمدنيين من معركة استعادة الجانب الشرقي التي اكتملت فصولها في يناير كانون الثاني الماضي بين القصف العشوائي للقوات العراقية والتحالف الدولي لعناصر تنظيم داعش الذين يتحصنون في المنازل بالجانب الغربي من الموصل يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين نيران الطرفين التي تسقط منهم الجثث فتخلق لديهم أزمة أخرى وقد أبدت منظمات حقوقية قلقها لتصاعد أعداد القتلى في صفوف المدنيين إذ يقاتل عناصر التنظيم من البيوت والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ويرد الجيش العراقي والتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة على هذا التهديد باستخدام أسلحة ثقيلة لدعم القوات على الأرض يبدو أن الوضع الإنساني لأهالي الموصل المحاصرين في الجانب الأيمن من سيء إلى أسوأ مع استمرار القصف على المدن المكتظة بالسكان من قبل القوات الأمنية والتحالف الدولية في راشة الدوليمية الإخبارية بغداد